وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال فخرو الناب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة جنيب الاتحاد السويسري على هامش أعمال الجمعية العامة الثامنة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة وخلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية تم استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حيث تم تبادل الرؤى حول القضايا المطروحة وبحث السبل الكفيلة بمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة وفق أجندة العمل العربي المشترك طبعا اليوم الاجتماع التنسيقي بالمجموعة العربية على هامش الاجتماعات البرلمان العربي دور 148 المنعقلة في جينيف أكد على همية أن يكون هناك تنسيق عربي مشترك حول القضايا الرئيسية والقضايا المشتركة والقضايا المصيرية للشعوب العربية والدول العربية وأعتقد أن حضور مملكة البحرين كان قويا جدا في هذه المشاركة على الجانب التنسيقي بالنسبة للدول العربية وتمت مناقشة البندين الطارئين المقدمين الأول من دولة جنوب أفريقيا بدعم القضية الفلسطينية والحصار على غزة وأيضا هناك بند أيضا من قبل دولة الأردن الشقيقة وهو أيضا يصب في نفس الاتجاه وإنما بصيغة مختلفة وتم الحوار بشكل جاد ومسؤول ومنظم أيضا بين كافة الوفود العربية على هامش هذا الاجتماع وكان البحرين مساهمة فاعلة ومؤثرة في أن يكون هناك لجنة مشتركة تجتمع مع الدول المعنية في البيان أو البند الطارئ لتقديمها للجميع العامة للبرلمان الدولي ترجمة نانسي قنقر